اشتركوا في القناة رياض سلامي ضاء حقيقة مرة يسخر منها اللبنانيون رواتب القطاع العام بالليرة المسألة لم تحسن بعد وخبر سار من مصرف الاسكان الى اللبنانيين فماذا في التفاصيل؟ اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر اذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر اخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعلى قناة otv على يوتيوب وحساباتنا على تويتر فيسبوك انستغرام وتيك توك رياض سلامي ضائع انها اخر ابداعات المنظومة بفرعها القضائي الامني الذي يعتقد انه قادر على الاستمرار في نهج الحماية المحلية الذي كان معتمدا لشخصية ملاحقة ومدعى عليها بجرائم مالية خطرة في اكثر من سبع دول حول العالم وورود اسمها في النشرة الحمراء للانتربول وهي ابداعات تعيد الى دائرة الضوء كلاما قيل قبل مدة عن امتلاك الحاكم السابق تسجيلات معينة ربما تشكل اليوم التفسير الوحيد لاستماتة البعض في حمايته من القضاء رياض سلامي ضائع لكنه ليس وحيدا فاموال المدعين ضائعة والتدقيق الجنائي ضائع والقوانين الاصلاحية ضائعة قبل قانون تشريع الانفاق والعدالة في انفجار مرفأ بيروت ضائعة وعودة النازحين السوريين ضائعة ورئاسة الجمهورية ايضا ضائعة في دهليز المصالح الاقليمية والدولية وزواريب العجز الداخلي الذي شكل كلام سمير جعجع الاخير عن تحالفات شيطانية احد اخر مظاهرها التي تعبر عن فشله الذريع في ترجمة ما اعتبره انتصارا له في الانتخابات النيابية الاخيرة على المستوى السياسي على وقع لكمة سددها اليه امس الاول احد اعضاء كتلته المضخمة كميل دوري شمعون الذي استقبل طوني سليمان فرنجيه بالاحضان في البيت المركزي لحزب الوطنيين الاحرار ما استدعى تحركا مضادا لملحم رياش اليوم الى السودكو لتدارك الموضوع تبقى اشارة اخيرة الى ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يتحدث هذا المساء خلال المؤتمر الذي يقيمه الطيار الوطني الحر في كسروين الفتوح حول النزوح السوري بحضور الرئيس العماد ميشيل عون وتنقل الاوتي في الكلمة مباشرة على الهواء وعبر فيسبوك غير ان بداية النشرة من جريمة عين ابل وفاة غامضة لمسؤول قواتي في البلدة الحدودية الجنوبية من حادث سير الى جريمة قتل كشفتها كاميرات المراقبة اما التفاصيل مع جورج عبود بتمام الساعة 6 دقايق من مصا يوم الاربعة اتنين ابل عثرة على جثة هامدة على مقربة حوالي 20 متر من سيارة ربعية الدفع من نوع طيوتة رفور صوداء اللون عند مفترق بلدة حنين قضى بنت جبال لا يتبين انه بتعود للمواطن الياس الحسرونة البالغ من العمر 71 عام من بلدة عين ابل المجاورة تواجد سيارة الاتيل بالجل تحت الطريق على بعض حوالي 150 متر من منزله دفع بالجميع الى الاعتقاد بانه الاخير اتعرض لحادث سير ادى الى وفاته فتقرير الطبيب الشرعي الاولى بشير الى كسور بالاضلع مما تسبب بتمزق الرئة بنتيجة تدهور السيارة عين ابل الجنوبية مسقط رأس الحسرونة وادعته بمقتم مهيب يعمل احد ستة ايب الفائت مع اعتقاد سائد بانه ما جرى هو قضاء وقدر حادث سير مؤسف ولكن بالوقت نفسه مريب مع علمات استفهام الحسرونة منه شخص عادي بل هو احد وجهاء البلدة موظف سابق متقاعد منذ كرابة اربع سنوات من شركة كهرباء لبنان وهو رجل اعمال بيمتلك مجمع اصر سنوبر بالبلدة وهي صالة افراح ومصبح وابعد من ذلك هو عضل مجلس المركز بحزب القوات اللبنانية ومنسق منطقة بنت جبال سابعة رحيل من يعرف بايكونة المقاوم العين قبلية الملقب بالحنتوش اثار الشكوك وبدأ تواتر معلومات عن حركة غريبة داخل البلد ليل الحاديث دفع بالعيلة الى مراجعة اقرب كاميرا مراقبة لمنزل الضحية وهون كانت الصدمة سيارة من نوع جيب اعترضت طريق الحسروني وسيارة اخرى من نوع هوندا رصاصية اللون اقفلت المنفذ ايضا من الخلف حيث ترجل عدد من الاشخاص وعمدوا الى خطفه وغادرت السيارات لثلاث المنطقة قبل العثور عليه مقتول من مجرد حاديث سير عادي الى جريمة قتل متعمدة جرى الاعداد لقلب حرفية ومتخطت انفيذة مدة العشرين دقيقة جريمة بمنطقة حساسة مقتل الاياد السابق بزمن الحرب يلي تنقل بين صفوف الكتائب والقوات اطلق حملة اتهامات مسبقة فالنائب سامي الجميل اعتبر انه قضى غدرا بعملية ميليشيوية قائلا لن نستنكر ولن نطالب بمعرفة الحقيقة فهي واضحة وضوح الشمس بمنطقة امنية معروفة الهواء اما رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع فشدد على انه المطلوب كشف هوية الفاعلين باقصى سرعة ممكنة نظرا لدقة الوضع بعين قبل والقرى المجاورة ونظرا للنتائج يلي يمكن ان تترتب عن هيد الجريمة في حال ما تم الكشف عن الفاعلين ولانه علاقة الحنتوش كانت متينة مع جميع الافريقاء فحتى الطيار الوطن الحر ناعيه اولياء الدم كانوا اكتر حكمة فالشقيق المغدور شدد على انه الياس معروف بكل المنطقة ومحبوب من كل الطوايف واعتبر انه هناك من يريد الاستياد بالماء العكر طابع الشياسة 100% هلأ في ناس بلا تستطيع بالماء العكر وتعمل اشياء ايدي تاني هيدا بتحقيق ببين بس الهو كذا سنة بالمنطقة وعير فينه ما بيخطح هذا بس انه وعلاقته معهم كانت التير نيحة وما في اي مشاكل ولا ايشي نحن هذا صدمنا بالنتيجة اللي صاد ملف التحيق اصبح بعهدة فرع المعلومات حيث من المؤكد انه رح يتم سحب داتا الكاميرات المتواجدة على طول طريق مكان الجريمة كما وانه هاتف الضحية اصبح بمتناول للمحامة العام الاستقنافة بالنبطية عباس جحة حيث رح يتم العمل على داتا اتصالات المغدور ليبقى الاهم اليوم هو الاسراع بكشف ملابسات الجريمة ومرتكبينها مما بيخفف من الاجواء المشحونة يلي عم بتصود بلدة عين قبل والبلدات المجاورة رياض سلامي ضائع فبعد تعذر تبليغه وفق الرواية الرسمية ارجاءوا جلسة الاستماع الى الحاكم السابق لمصر في لبنان عن تقرير مريا يمينة صدق او بالاحرى لا تصدق رياض سلامي ضائع لم يتبلغ حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي بجلسة الاستماع اليه التي كانت مقررة الاربعاء امام الهيئة المنوبة برئاسة القادسام صدقي والسبب هو تعذر العثور عليه في عنوانيه المعروفين في الرابي والصفرة بعدما قررت الهيئة الاتهامية تبليغه بواسطة قوى الامن الداخلي لكنها تسلمت برقية جوابية بعدم العثور هذه الجلسة حددت بعد ان استأنفت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القضية هيلين اسكندر قرار قد التحقيق الاول بالانابة شرب الابو سمرة ترك سلامي وبعد ان فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت قرار ابو سمرة الذي اثار الشكوك حول محاولته تميع الملف مصادر قضائية متابعة اوضحت عبر الو تي في ان قرار دعوة سلامي الى الجلسة صدر مساء يوم الخميس 3 ااب وتلته 3 ايام عطلة فتم تبليغ نهار الاثنين مشيرة الى ان الجلسة مخصصة للاستماع الى سلامي وبالتالي يجب تبليغه بها شخصيا قبل 3 ايام مع الاشارة الى ان محاميه تبلغ وحضر الجلسة الجلسة ارجعت الى 29 ااب ويترح السؤال عن سبب تأخير موعدها الى هذا الحد المصادر نفسها كشفت ان الموعد حدد في هذا التاريخ افساحا في المجال لاتمام التبليغات وفق الاصول واذا تعذر العثور على سلامي يمكن حينها ابلاغه لصقا وفي حال تمت التبليغات كلها وفقا للاصول ولم يحضر سلامي الجلسة يمكن اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه واذا صدرت لن تكون الاولى فسبق ان تسلم لبنان من الانتربول الدولي نسخة من النشرة الحمراء التي تطلب توقيفه الى ذلك سيعقد قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو صمرة جلسة الخميس مخصصة لاستجواب رجا سلامي شقيق رياض سلامي ومساعدة الاخير ماريان لحويك في ادعاء نيابة العامة عليهما بجرائم الاختلاس والتزوير وتبييد الاموال والاثراء غير المشروع صيغة تأمين رواتب القطاع العام لم تحسن بعد سواء بالليرة او الدولار في وقت شدد وزير المالية على بذل جهود لدفعها كالمعتاد ماذا لو دفعت رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية اذا اخذنا مثال راتب موظفي ارابعة بالادارة العامة وهي الفئة اللي بتضم العدد الاكبر من الموظفين بتبين التالي اساس الراتب مليونين ليرة لبنانية ومع زيادة المعاشية الستة اللي اقارتها الحكومة بيصير 14 مليون ليرة اما اذا حضر الموظف الى العمل 14 يوم بالشهر بموجب القرار الحكومي فبيتقاضى بدل نقل قدره 6 مليون و300 ألف ليرة بمعدل 450 ألف ليرة عنهار الواحد وبالمجموع بيكون راتب هيدا الموظف 20 مليون و300 ألف ليرة بالموازيت وحتى بداية شهر نيسان 2023 وبحسب دراسة الدولية للمعلومات كلفة معيشة الاسرة المتقشفة من أربع أفراد تتراوح بين 39 مليون ليرة و77 مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى هيدا من دون احتساب كلفة الصحة والاستشفاء ولكن على عكس ما قيل بالأيام الماضية يبدو ان رواتب الموظفين هيدا الشهر رح تكون بالدولار وليس بالليرة اللبنانية هذا ما لمح إليه اليوم وزير المالية بعد اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري إذ قال وزير المالية ردا على سؤال عن دفع الرواتب للقطاع العام هيدا الشهر بالليرة انه رح يبذلوا جهدون لا يتقاضى الموظفون رواتبون كالمعتاد مثل السابق وبالوقت اللي عم بصرف فيه النائب الأول لحاكم مصرف لبنان على عدم صرف أي مبلغ من الاحتياط الإلزامي من دون تغطية قانونية بتبقى صيغة تأمين هيدا الرواتب غير محسومة بعد مصادر مالية رجحت عبر الأوتي في أن تدفع الرواتب من موجودات بالدولار لدى مصرف لبنان حصلها من خلال عملية الباع والشراء من السوق وفقا للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف لكن المصادر نفسها نبهت من أن هذه الموجودات تكفي لشهر أو شهرين كحد أقصى معتبرة أنه على الدولة تحسين إيراداتها بالدولار عبر تعديل بعض بنود الموازن العامة خصوصا تلك المتعلقة بالضارب الجمركية والقطاعات السياحية بالمقابل رجحت مصادر مالية أخرى أن يكون تأمين هيدا الرواتب من حقوق السحب الخاصة للأس دي آر مع الإشارة إلى أن مقاط طلب خلال الجلسة الحكومية الأخيرة من وزير المالية تزويد الحكومة بالأرقام المتعلقة فيها مع كشف حزيب واضح بكل المبالغ لصرفة ووجهة صرفة المفارقة قانت بموقف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأصمر اللي وضع عبر الـ OTV ما يحصل بخانة التهويل لمقايدة رواتب القطاع العام بمنصة صيرفة كاشفا أنه سمع من أحد كبار المسؤولين بوزارة المالية أن الرواتب مؤمن من الدولار الجمركي لرفع بالأصل على أساس تأمين هيد الرواتب قرد عربي بقيمة 165 مليون دولار لمصرف الإسكان فماذا عن الشروط؟ تقرير جويس مفل إلى اللبنانيات واللبنانيين خبر صار لمن يريد تملك شقة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط إذ وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان هذا ما أعلنه اليوم رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أطوان حبيب الذي وصف الخطوة بالعظيمة خصوصا في هذه الأيام الصعبة على صعيد ما يمر به لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وإنمائية معتبرا أنها رسالة إيجابية تجاه لبنان من الدول العربية الشقيقة وخصوصا الكويت هذا خرق كبير اليوم هذا بدل مدلول الهم أنه البلدان العربية عنده النية لدعم لبنان في المجالات الاقتصادية وخصوصا على صعيد الإسكان واليوم تخصيص مبلغ 50 مليون دينار كويتي من أبل الصندوق العربي بمثل جميع بلدان العربية ورئيسه هو من الجنسية الكويتية هو راد أنه يبلغ الجميع اللبنانيين أنه البلدان العربية وخصوصا الكويت هي حد اللبنانيين والاحتدعم اللبنانيين بيظرف على الظروف الصعبة التي يمرون فيها وهذا العلمة الخير من أعتبره اللبنان ومنعف أن اللبنانيين بيمروا بظروف صعبة بقى باقي التمل أنه غير البلدان كذلك الأمر وغير سنة دي تطبع الصندوق العربي يعني أنه نحن جيين لحتى أن نساعد كمصر بالإسكان زوية الدخل المحدودة المتوسط ولمن يسأل عن الشروط فالإجابة من حبيب معلنا أنه يمكن لهذا القرض أعطاء قروض لنحو 6 ألاف وحدة سكنية أي 6 ألاف عائلة لبنانية من زوية الدخل المحدود والمتوسط 40 ألف دولار لزوية الدخل المحدود و50 ألف دولار لزوية الدخل المتوسط الدخل المحدود قدام مفروض يكون؟ يعني بدأت التراوح بين 1500 دولار ل2000 دولار المدخول العائلة معبول المعاش مدخول العائلة مضرور يكون واحد عاشوا على قد كبير بيدي المدخول العائلة هو أخواته وعائلته وإمه وبيه وإذا عنده عيال من خارج لبنان أو كافير ما فيه مشكل كمين في هذا الأمر أما بخصوص المساحة البيت يجب أن تكون على قل من 150 متر وإذا كان موجود بالضيع والكرة والريف كذلك الأمر بالمدن ما فيه مشكل كذلك الأمر بيقدروا يستحصلوا على هذا المبلغ عزت أنه كمان لازم يزيدوا 20% من قيمة سعر البيت على 50 الدولار أو 40 الدولار اللي بدون يستحصلوا من المصرف الإسكان هذا وستكون المنصة الإلكترونية جاهزة بعد حوالي الشهر لشرح تفاصيل الشروط وإلى حين الخطوة النهائية المتبقية أي التوقيع مع مصرف لبنان كي يباشر صندوق بتحويل أموال القرد إلى الحساب المخصص له في البنك المركزي بعد نفاذه الخط الساخن 16-20 ينتظر الاتصالات للاستفسار أكثر سياسيا ركود في انتظار حوار الطيار والحزب تقرير سينتيا يمين في الأمس وفي خطوة متقدمة كشف رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن اتفاق أول مع حزب الله دون شروط مسبقة حيث لم يتنازل أي طرف للآخر كما لم يبدل أي طرف موقفه متحدثا عن مقاربة العمل التي يقوم عليها الحوار والتي تتألف من محورين الأول يتضمن الاتفاق على اسم توفقي خارج الاستفاف القائم دون أن يعني ذلك تنازل أي طرف عن موقفه والمحور الثاني يتضمن التسهيل من قبل التيار بموضوع اسم المرشح مقابل مطالب وطنية تتضمن قانون المركزية الإدارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الاقتماني وأقرارهما ثلفا أي قبل الانتخاب حزب الله تعرفوا التواصل السياسي كان نقطع طال فيه تواصل يعني متقطع إذا بتكون هلأ بعد جلسة 14 هزيران عاد التواصل وصار فيه اتفاق أولي إذا بنا نسميه اتفاق إطار من دون شروط مسبقة ما حدا تنازل لحده ولا حدا غير موقفه مثل ما بعض الإعلان بحاول يصور إنما صار فيه مقاربة على أنه يصير الشغل على محورين محور أول يلي هو الاتفاق على اسم توافئة خارج الاستفاف القائم وهذا لا بيعني أنه نحن بلنا بمرشحهم ولا بيعني أنه هن تنازلوا عنه مرشحهم المحور الثاني هو تسهيل من قبلنا بموضوع الاسم مقابل مطالب وطنية وهيدا منه تنازل من قبلنا بالعكس هيدا مكسب لقلنا ولقلنا كمانا مش للتيار لكال للبنانيين نحن بعضنا بالبداية يعني لأنه بقرأ أوقات تقدم الحوار وانتهت وقبل التيار بالاسم هيدا كله بعد ما صار نحن بعدنا بالبداية بوضع مجموعة أفكار نحن نتقدم فيها وننتظر رد الحزب عليها هيدا منه لا مقايضة ولا صفقة هي مشروع تفاهم جديد إذا تم إذا حصل محدود لأنه عم بتناول هالموضوع هيدا الرئاسي مع هالأنونين هيدا هولي وفي رأينا بحق إنجازات كتير كبيرة للبلد وفي السياق وفي تعليق أولي أكدت مصادر التيار الوطني الحر عبر الأوتيفي أن الحوار لا يزال في بداياته وأنه يقوم على خطين متوازيين بين الطرفين حيث لا يزال كل طرف متمسكا بموقفه وأن التيار يعد تصوره بشأن المركزية الإدارية والمالية والصندوق الإتماني لمناقشتهما مع الحزب فإن وافق الحزب على هذا التصور يتم تطوير الاتفاق وإن لم يوافق فينغلق أحد محوري الحوار ويبقى النقاش في المحور الثاني من الحوار أما على جبهة حزب الله فرفض للتعليق واكتفاء بالقول أن موقف الحزب يقوله فقط في الحوار فهل سينتج هذا الحوار أي نتائج إيجابية تحردك الركود الرئاسي أم أن العراقيل السياسية ستمنع الاتفاق وتطيل من عمر الفراغ الرئاسي واليوم أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لقناة سكاي نيوز عربية أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح لافتا في سياق آخر إلى أن موقف حماس من الدولة السورية كان مزيجا من الغدر والنفاق وأشار الأسد إلى أن الحوار مع واشنطن بدأ منذ سنوات ويجري بشكل متقطع ولم يؤدي لأي نتيجة معتبرا أنه لو تفادين الحرب كنا سندفع ثمنا أكبر بكثير لاحقا وموضحا أننا كنا نعرف منذ بداية الحرب أنها ستكون حربا طويلة الأمد وعلى الخط الروسي أكد نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية أن موسكو لن تتدخل أبدا في شؤون لبنان الداخلية وأن شغور الرئاسي شأن داخلي وموضحا عدم تفضيل شخصيات على أخرى وعلى خط آخر وزعت السفارة الروسية لدى لبنان اليوم بيانا بعنوان الألعاب الاستعمارية الجديدة للغرب واللاجئين السوريين في لبنان البيان لفت إلى أن اللبنانيين الذين كانوا دائما على استعداد للمساعدة في الأوقات الصعبة بفضل تقاليد حسن الجوار أصبحوا لسوء الحظ رهاء في اللعبة الجيوسياسية التي تخدم مصالح الغرب الذاتية هجوم عنيف من المطران على جعجع في أسرار اليوم سأل أحد الآلميين عن مصير التسجيلات يلي قيل أن رياض سليم بيملكها لكبار المسؤولين وهل هي السبب بالتماد بحمايته من التوقيف؟ شن أحد المطارني بمجلس خاص هجوم عنيف على جعجع معتبراً أنه مصر على مهاجمة أفريقاء مسيحيين فيما يعجز عن تحقيق أي خرق سياسي أجرت أحدى مؤسسات استطلاع الرأي دراسة بالأشهر الثلاثة الأخيرة تبين خلاله أن غالبية المستطلعين لا ترى بسليمان فرنجية وجوزيف عون أي أمل بالخروج من الأزمة نتابع النشرة بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد استقبل رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة وزيرة خارجية غانا في حضور قنصل غانا في لبنان علي جعفر ورئيس لجنة الصداقة بين لبنان وغانا النائب غسان عطلة وتطرق البحث خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والأسيام عبر تعزيز التبادل التجاري والسياحة بين البلدين إلى جانب التعاون على المستوى الطبي والاستفادة من التجربة اللبنانية في هذا المضمار وتخلل اللقاء نقاش في التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأفريقية أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال لوليد دفياض خلال مؤتمر صحفي بعد مشاركته في اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية إلى أن البحث تناول مطالب القطاع الصناعي وتعرفة الكهرباء لفتا إلى أن أفضل الحلول البحث عن صيغة جديدة للصناعيين بشكل خاص وفي سياق منفصل أكد البستاني ضرورة التحلي بالمسؤولية بما يخص ارتفاع كلفة المواد الاستهلاكية خصوصا هذا الشهر في ظل وجود السياح جمعية الصناعيين عندها مطالب ونحن تسمع نيلون بس في شغلة بدي أولى وإن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع نحن ما فينا اليوم نجي نحمل هالوزارة كل المشاكل اللي تراكمت على عقود بنا الزمن نحن عنا منحة إيجابية بنحل المشاكل ولكن بالتتالي جمعية الصناعيين عم يطلبوا تغيير تسعير الصناعيين نعم نحن بدنا إيها فنحن منعرف أن الصناعيين بحاجة إلى نوع من التعرفة الخاصة ومعالي الوزير سيتطرق لهالموضوع في اليوم حسنا نحن باللجنة أنه فيه تفاوت بالأولويات بين وزارة الطاقة وطبعا رئاسة الحكومة ومصرف لبنان لأنه نحن هذه المصلحة المهمة عم تقبض التعرفة بالليرة اللبنانية بس هي عم تدفعها ألف يول بالدولار مطالبة القطاع الصناعي بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء لأنه عم بيليقوا أنه عم يتأذوا من هالتعرفة كنا سبق واستمعنا لإلون عبر الزيارات اللي عملوها النقابة الصناعيين لعنا على الوزارة وأيضا لمؤسسة الكهرباء وبناء عليه بدأنا بالنظر وبدراسة الحلول لهيدا الموضوع وتبين أنه من الحلول الأفضل اتباعا واللي هين اليوم تبين لألنا أنه موافقين على المنهجية هايدي أنه ننظر بتركيبة جديدة للتعرفة خاصة للصناعيين بتمكننا نخفض الجزء استابت من التعرفة بطريقة كمان ما بتمس بالتوازن المالي تبع مؤسسة كهرباء لبنان طبعا هايدي المنهجية وإعادة صياغة التركيبة التعريفة ستخضع بالأول بعد ما تكون تمامتها دراستها كهرباء مؤسسة الكهرباء ستخضع لي قرار من مجلس إدارة هذه المؤسسة اللي هي مستقلة ماليا وإداريا وهي اللي بتحدد هذه التعريفة وبعد ذلك بيصادق عليها وزيراء الوصاية وتحديدا وزير الطاقة يعني أنا وأيضا وزير المعالي وزير المالية وأنا متفائل أنه نقدر نخلص هيدا الشيء بأسرع وقت ممكن بيستفيد منه القطاع الصناعي كما وأيضا بيستفيد منه أيضا مواطنين لأنه عم ننظر بنفس الموضوع بالنسبة للتعريفة للمنازل والمواطنين اللي هو تخفيض الشطر السابت من التعريفة احنا عم ننظر مع كهرباء لبنان طبعا بأمر أنه الرسم اللي يسمى اليوم وهو تسميته صارت غلط رسم بدل تأهيل العداد أنه نلغي هذا الرسم ويدمج كل شيء بالرسم السابت اللي هو يعني بيجي مضروب بحجم الساعة يعني كلما كان حجم الساعة أكبر كلما الرسم السابت بيكون أكبر بس بطريقة يكون هذا الرسم الإجمالي السابت أقل مما كان عليه بهيد التعريفة للاحد اليوم موجودين في تاريخ اليوم التاسع من آب يوم أسود في تاريخ الحريات تسع آب 2001 يوم أسود بتاريخ الحريات العامة بلبنان رح يبقى وصم تعار بسجل القوى السياسية والعسكرية والأمنية والسلطة القضائية بحينه فأمام أصر العدل ببيروت وعلى مرأة ومسمع وسائل الآلام أنقض العشرات من رجال الأمن بملابس مدنية على شابات وشباب الطيار الوطن الحر وبعض الناشطين من أطراف أخرى من بعد ما تجمعوا للمطالبة بتحرير رفاقهم المسجونين إثر حملة الاعتقالات يلي وقعت قبل يومين بالسابع من آب أما محاولة السلطة اللبنانية الموالية للوصاية السورية لإسكاة الصوت المطالب بالحرية والسيادة والاستقلال فقد أعطيت مفعول عكسي جلا بتدحرش كرة تلج المعارضة للوضع القائم وصولا إلى خروج الجيش السوري من لبنان بعد أربع سنوات النشرة مستمرة بعد الفاصل وإلى صفحة الرياضية نظمت 2.0 بالاشتراك مع أكاديمية سيال سبورتس أكاديمي الكويتية للبسكتبول معسكر تدريب صيفي باللعب باللبنان تحت اسم The Next Level Summer Camp بالفترة من 23 إلى 27 تموز على ملعب مركز المهارات الرياضية سكيلز سبورتس سنتر شارك في 35 لعب ولاعب من عمر 28 سنة استضافت الأكاديمية بخلال المعسكر البروفيسور نيناد ترونيتش مساعد مدرب منتخب الوطني السربي والبروفيسور أليكساندر زيفكوفيتش مدرب المنتخب المجري تحت 19 سنة والمدرب مايكل ماتسيديدس مساعد مدرب المنتخب الوطني الأبروسي يلي أعطوا المشاركين آخر تقنيات بعالم اللعبة ضمن المعسكر أيضا تدريبات بدنية وتكتيكية يومية مكسفة وخوض مسابقات ترفيهية بالإضافة لمباريات بإشراف طاقم الفني للأكاديمية كما خضع اللاعبين واللعبات لاختبارات بدنية ونفسية والآن إلى نيرمين والأخبار الجوية مصر الخير تقص الصيفي معتدل الحرارة عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقية للمتوسط ومن المتوقع أن يتحول التقص إلى حار نسقيا خاصة بالداخل اعتبارا من الجمعة إذن جونا لبكرة غائم جزئيا وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية نبدأ من الشمال وعكرة عم تسجل 31 درجة ترابس 32 لعاصم بيروت 31 درجة وصور أيضا 31 ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل 35 للقلوق 21 زحل 34 ورجزين 30 درجة نسبة رطوبة ساحلة متوصل للـ 85% الريح سطحية تتراوح سرعة بين 10 والـ 20 كم بالساعة ومحل بحر فمنخفض ارتفاع الموج إذن شو الأجوال بانتظارنا للأيام القادمة للخميس جونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والجبلية بينما بترتفع بشكل قفيف بالداخل مع استمرار تكون الضباب الكسيف على الجبال خاصة بفترة بعض الظهر أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا 32 درجة للجمعة السابت والأحد جونا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة للـ 33 درجة لنهار الجمعة و34 درجة لنهار السابت والأحد وصلنا لختم صفحة الأحوال الجوية للليلة لقونا كل يوم بزيت الوقت لآخر أخبار التقص في لبنان تصبحوا على خير بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.albi وعبر مواقع التواصل يوتيوب تويتر فيسبوك انستجرام وتيك توك إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة